لم يعد للقضاء الموالي للميليشيا من مهام سوى إصدار أحكام الإعدام والمؤبد بحق المناوئين لها كل شيء استغلته الميليشيا لصالح ترسيخ سلطتها واستبعاد المعارضين لها من البلاد ومن الحياة أيضا وتماشياً مع هذا التوجه قضت محكمة تابعة لميليشيا الحوثين بإعدام أربعين شخصية برلمانية وعسكرية بتهمة التعاون مع السعودية رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين المحام عبد الباصد غازي قال إن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل إصدار أحكام الإعدام ومصادرة الممتلكات ضد عدد من أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية وبعض القادة العسكريين وبحسب غازي فقد حكمت المحكمة عليهم جميعاً بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة وسبق لميليشيا الحوثي أن أصدرت أوامر قضائية في وقت سابق بإعدام عدد من قيادات الدولة والبرلمان والقيادات العسكرية بتهمة العمل لصالح السعودية حد زعمها تريد الميليشيا أن تضع يدها على ممتلكات كل من لا يواليها وذاك سلوكها المعتاد لكنها هذه المرة أرادت أن تورط القضاء معها في عمليات النهام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر